بعد خطة رفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء افتتحت المرحلة الأولى من خطة معالجة اختناقات شبكات النقل والتوزيع عبر افتتاح أكثر من 150 محطة تسهم في رفع أداء الشبكة الوطنية واستقرار التجهيز والوصول إلى مستوى التشغيل الآمن للمنظومة هذه المحطات وهذه الخطوط اللي نفذت وانجزت واليوم إن شاء الله برعاية دولة رئيس الوزراء أعلننا تشغيلها بالكامل رح تسهم بحل اختناقات كبيرة في بعض المحافظات وبالتالي رح نرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لمستويات عالية رح نقدر تكون عندنا قدرة أكبر على نقل الطاقة وتبادلها بين المحافظات وفق مستويات الأحمال ورح نقدر نضمن استقرار أكبر بساعة التجهيز للمواطنين عانت بعض المحافظات من اختناقات الحمد لله أنجزناها بالكامل وهذا رح نعكس أكيد على ساعة التجهيز والصيف إكمال المرحلة الأولى من خطة فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية عبر نصب المحطات التحويلية والثانوية يمهد لمرحلة ثانية تسعى الوزارة إلى إكمالها نهاية العام الجاري لإعطاء مرونة في نقل الطاقة بين المحافظات وخفض مخاطر الانقطاعات الطويلة تشغيل عدد من المحطات التحويلية وعدد من المحطات الثانوية يفترض أن تحقق سعى وإتاحة وموثوقية وترابط ما بين المحافظات لإعطاء مرونة لازمة لمناقلة الأحمال أيضا اليوم تشغيل المحطات الثانوية التي مشينها أن تعالج الاختناقات وتحقق استقرارية التجهيز ما شغلناه اليوم بمعية السيد رئيس الوزارة كان جزء مهم وأساسي لمواكبة خطة الصيف الذي سنواكبه باستقرار التجهيز ومن ثم جزء ثاني زيادة ساعات تجهيز الكهرباء ويتابع رئيس الوزارة تنفيذ خطط وزارة الكهرباء لوضع معالجات لمشكلات الإنتاج والنقل والتوزيع عبر خارطة فنية بين القطاعات الثلاثة وتشكيل خلية لمتابعة مواقف الشبكة وساعات التجهيز وموازنة الأحمال ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد